بسم الله الرحمن الرحيم معانا كمان مسألة على في مرحوة صبعا انا قاعدة اتكلم عليها وهي ان اغلب اللي الناس بتشعب عليها بيبقى معادلة بتاعتها مش معروفة. يعني انا ما اقدرش اقول مسلا في مطور معي ما اقدرش اقول هو المطور ده معادته فرست اولا ولا ساكن ده اولا. ما بقدرش على يعني اشوفها او استنتاجها باين. لاني ممكن انه مسلا المطور ده مبهول المصدر المطور ده انا مش اقدر احبط هو فرست ولا ساكن فالناس بتعمل ايه? اقول لك بصد انا هجيب المطور ده وادخل عليه ستيب امود هول تالي. الناس بيقول لك انا هجيب المطور وادخل عليه ستيب امود. وايس الخارج بجهاز قياس. مسلا قص سيليس كوب ولا حاجة. لما الايس الخارج بجهاز قياس هيطلع لي رسمة زي الرسمة اللي قدام ده. طبعا انا لما شوف الريز بونس ده هعرف ان هو بتاع فرست اوردر سيستم. يبقى انا قريدي كده. لما شوف الشكل اللي قدامي ده هقول الخارج ده لان احنا شوفنا ان اقلق انما الخارج كانت بالشكل ده معادة كان عامل كده. ده نتيجة اللي يمود. طيب خد بالك هو اه ممكن الخارج يطلع حاجة زي كده اه في الساكن بتلاقي مرسة ان الخارج طبع عامل كده. خلاص? فانا لما لو انا جيت ايسة بخارج. ولقيت الخارج طبع بالشكل ده يعني انا اعرف ان معادة السيستم اللي هي مجهولة دي انا هاعرف انها معادة ساكن باوردر. فبتيجي بقى احدد البراميطر بتاعت الساكن باوردر اللي هي معاملات بتاعته. لكن لما ايجا شوفه ايه بالشكل ده يا جماعة يبقى هي بنسبة كبيرة طيب لما تكون المعادلة دي لما يكون الرسمة دي اتطلعت. ينطلب مني ايه بقى في مسألة? ينطلب منك ان انت تكتب المعادلة في اللي بيتمثل السيستم. انا ما عرفها واش قال لك مش انت معاك رسمة. ما تستنتج المعادلات منها. استنتج المعادلات منها. فهعمل ايه? قال لك والله هي معادلة اصلا من ان كان وي اوف اس على اوف اس بتسوي تي لأ بتسوي كيه? على تي اس زائد واحد. انا علشان اجيب معادلة بيتمثل السيستم كل اللي انا عايزه. اشوف الكيب كام وشوف التيب كام. كده اجيبت المعادلة. طب اجيب الكيب كيز زي? اجيبه من الرسمة اللي قدامك. لما انيجي نبص هنا هنلاقي ان قيمة اللي هي القيمة دي. اللي هي بوينت سبعة اتنين. دي قيمة اتنين يا جماعة قيمة. جميلة. هاجي اعمل ايه بقى? انا عايز احصل الطايم كونستنت. اجيبه ازاي? قال لك الطايم كونستنت هو القيمة اللي بيكون عندها السيستم وصل لبوينت ستة تلاتة من السيستم بتاعته. معنا? هاجي اقول لك الكده القيمة اللي انا عايز انا بتساوي. مضروبها في طيب بتساوي ستة ثلاثة في بتاعتي اللي هي كم يا جماعة? اللي هي سبعة اتنين. لما نحسب الكلام ده بالقلق حسبة ستة ثلاثة في سبعة اتنين هيطلع الكلام ده بكام? بيساوي تقريبا بيساوي تقريبا بيساوي اربعة خمسة. دي القيمة اللي احسب منها الطايم كونسطنط. فانا هعكي ليه? اروح كده عند اربعة وبينها وبين البينت خمسة اروح على نقطة دي. وامشي كده اهو. كده انا وصلت الكلام دي هي بتساوي ستة ثلاثة في دي. انزل كده يا جماعة واجب مين? اجيب الطايم كونسطنط. هتلاقي مسلا ان الطايم كونسطنط بيساوي تقريبا ايه? حوالي اه بوينت واحد اتنين بوينت واحد اتنين سكت. خلاص? كده احنا حسبنا الطايم كونسطنط تقدر تكتب كونتو فين? تقدر تكتب كونتو هنا. طيب بالنسبة للكي يا جماعة بالنسبة للكي. هو في مسألة كان اقيلك ان السيستم ده هو خارج آآ قالك ان الخد ده هو خارج سيستم آآ لما دخلناه وامبوت يونت ستب. لما دخلناه ايه معه? يونت ستب. يبقى انا جاولوا كي بتساوي اللي ستيدي ستات. اوضبط? مقسوة على الامبوت. اللي ستيدي ستات اوضبط كم ايه معه؟ بوينت سبعة دنيا. هاقسم معاه الامبوت قالك يونت ستب يبقى بواحد يبقى لكي بتساوي بين 2 8 7 2. لو كان قل لك ان ده بس بطمته باتنين ادي الطريقة بتكسب ده مين? هشوف كده ازا كان فيه نقطة تانية على نفس المسألة بلا. كده يا جماعة ما فيش عندي اي افكار تانية على المسألة ديات. احنا كده حدنا المسألة وعرفنا ان اساسا ده الهدف المسألة دي بتوضحك الهدف من الاناليس كله. ان انت ما بتجي يبقى عادك مانتش عارف المعادلة بتاعته فبتدخل له انت عارف الانبوت ده. عنددخل له مثلا مهونة استد. طي لقى لي الشكل الاقتامي ده. انا عرفت ان الشكل ده بيوضحني ان السيستم فرستورده. طب انا عشان اجيبني المعادلة لازم لي المعادلات دي اللي هي T والK. اقدر احسنهم ازاي? اقدر احسنهم بالخطوات اللي ووضحناها. وكده اتخلصنا مسألتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.